مسائل فل على احلى جمهور في الدنيا. نائر الدوري المصري كانت النهاردة بمطش الاهلي واصوام والزمالك والبنك الاهلي. وسبحان الله مشهد دوري لجنة التحكيم انتهى النهاردة بمشهدين يعني بصراحة لازم نقف عندهم. اول مشهد مشهد محمود عشور وهو بيحكم مطش الزمالك النهاردة. وبصراحة النهاردة الحكام لو كانوا طول الموسم بيحكموا بالشكل ده كان الاهلي يخذ الدوري مرتاح. وكانت العدالة التحكمية ايا كان مين هيخذ الدوري حصلت. سبحان الله محمود عشور النهاردة بيحكم بيحسد ضرب الجزاء على الزمالك. لأ وإيه? والفار بيعيدها تاني عشان ابو جبل عد قرى الخط. خالة والمطش دي كان بتتلعب والزمالك محتاجها ومحتاج يكسب فيها. طبعا مكتش دها تبقى الشكل وكتديها بقى الطريقة. القرى اللي لازم نقف عندها كلها الجوم بتاع البنك الاهلي الاول. اللي الفار ندها عشان يلغيه عشان بيقول ان احمد علي عمل جنب او وسب على محمود علاء. نفس الجون ونفس القورة هي عبارة عن جون ايمن اشرف في الدوري الاول في البنك الاهلي. هو مع ذلك اتلغت. مع الاهلي اتلغت. ومع الزمالك اتحسبت. والحكم شاف ان قراره صح وقرر يحسب جون للبنك الاهلي. وده الفرق. النهاردة حولت لجنة التحكيم تحلي منظرها وتثبت ان فينا زهة. ولكن بالعكس تكانوا بيأكدوا فضاحتهم وبجدار. المشهد التاني وهو احلى مشهد في نهاية وختام الدوري. مشهد اللهم مضرب الظالمين بالظالمين. وده اللي حصل فعلا. شفنا النهاردة الاسطورة الوهمية في الكورة والحقيقية في قلة الادب شيكا بوم. شيكا بوم النهاردة بيشتي مع احمد مجاهد وبيتخانق مع احمد مجاهد رئيس لجنة اتحاد الكورة المؤقتة والمعينة اللي اهداله الدوري. ايا كان اسباب الاشتباك وايا كان اللي حصل ولكن ده المشهد الختامي اللي يفرح. عمري ما فرحتي في اجتيمة او في قلة ادب ايا كان المنظر. وزي ما بقول انا اول واحد برفر شديم الجمهور النادي الاهل. لشكبالة لكن في مئة الف وقفة ومئة تحت الف خط تحت تصرفات وعقلية ده. اللعيب ده صدقوني. لعيب محتاجي تعالي نفسي. الموضوع مش فكرة ان اللعيب بيشتم او بيشتم. ده لعيب محتاجي تعالج نفسيا عنده مشاكل نفسية. وفعلا النهاردة في مشهد غريب وعجيب ومريب. بيتخانق مع احمد مجاهد رئيس لجنة. رئيس اللجنة المؤقتة اللي بتدير اتحاده القورة في مشهد عبسي يؤكد انك تستاهل يا احمد يامجاهد. ليه تستاهل? لانه هو ده شكبالة اللي وقف وشتم جمهوري الاهلي هو واكتر من سبع تمن لعيبة من نادي الزمالك وعملت نفسك مش واخب بالك ولعبته المطش دي عادي ولجنة الانضباط ما سمعنات صوتها بالرغة من ان الكابتن احمد كوشري مدرب الانتاج الحربي مجرب ما عمل مشكلة مع الحكم لجنة الانضباط طلعت القرار قبل مطش الزمالك بيومين. القرار خد يوم. المواقع حصلت النهاردة. الصبح كان فيه قرارات طلعة بيتغيم كوشري مئة الف جنيه. طبعا كان احمد الكوشري الفرق السن مع الاحتفاظ بالالقاب وكل الناس مع حفظ الالقاب لفروق السن يعني. معادة شيكابوم. اه فطبعا اه الراجل خد المئة الف جنيه غرامة وخد اقاف تمن مطشاط. لكن اللي حصل من اللعيبة نادي الزمالك على رأسهم شيكابوم. حصل فيها اه ان احنا مش بغدين بنا وان ما فيش وقت وان المطشة ولسه لجنة اللي انضباط. الحمد لله انقلب السحر على الساخر وشوفنا النهاردة مشهد هذي. تستهلوا انتم الاتنين. تستهلوا ان ده يكون المشهد اللي بيتسلم فيه ازا مالك الدوري خناءة ما بينه. وتستهلوا ان انت يا احمد يا مجاهدي بقى ده منظرك وانت بتسلم اللي انت سهلت له الدوري. ومهدت له طريق الدوري ان ينتهي بالشكل ده. شيء بصراحة يعني يلخص الحكاية النهاردة. اما بالنسبة لمطش الاهلي واسوان بعيد عن ان سيماني كده كده كان بيجرب اه ناس من الدكة وكان بيجرب ناس راجعة من بسم الحمد الرحيم من الاصابات وكان بيغير طبعا وبيريح اللعبة لانها مطش تحسين حاصل وبيعي عن الاهلي كذب اتنين واحد ولكن كان عندي شيء غريب برضو ان سيماني بدأ برامي ربيعة بالرغم ان هو ما كان عنده ناحية اليمين اه احمد بيكهم وكان عنده اقرم وعنده محمد هاني. فكان بالنسبة لي بس بداية غريبة شوية ما فهمتهاش انت عندك الترسل دول بالعب في الحتة دي وانت تبدأ برامي ربيعة. ما فهمتش الاختيار ليه? يعني ليه او بنان على ايه? ولكن مطش انا شايف ان هو ما كان بيجرب فيها كل الناس وبيجرب فيها كل اللعيبة. مش فارق نتيجتها بمكسب بتاع عادوا بخسارة يا مطش ودي. مش هقول ان حمش فارق معنا بخسارة ولكن هي كانت مطش تحصيل حاصل في الدوري. ولكن زي ما قلتلكم الاهلي هتشوفوا اهلي جديد هيكل الاخدر واليابس. رجعوا كده الفيديوهاتي كم من ثلاثة اربع فيديوهات قلت ان الاهلي الفترة اللي جاية هيكل الاخدر واليابس. وده اكد كلامي في صفقات نارية. صفقات فعلا هتخلي الاهلي يعني هيركب ويدوس على وش القرى والقري ومحلي. اكتر ما هو دايس. يعني هو اصلا دايس في حتة الواحده. اه طبعا ان انت تجيب بيرسي تاو لعيب مهم جدا. ولعيب زاكي. بيلعب في اكتر من مركز. لعيب اعتقد ان موسيماني لو استغلوا صح هتشوف منه شغل محترم جدا وهيفرق معنا في مطوش الكاس العالم جدا. اللعيب اه ماكسي تاو. اسف بيرسي تاو هيفرق معنا جدا. طبعا اه ماكسيو اللي احنا جبناه. اه برضو هيفرق معك جدا ولكن محتاج توظيف من موسيماني. وطبعا الصفقة بتاعة كريم فؤاد لعيب امبي. لعيب صغير. اه هجومه حلوة جدا وهيفرق معنا ولكن. وطبعا في صفقة بتاعة حسان حسن اللي هي اه الاستاذ فرج اه عامر والقضية ممكن. والقضية ممكن. الراجل بصراحة عحمد لقطة يعني يحسد عليها ازا مالك بيحارب على الصفقة دي. بقاله حوالي ست شهور او سبع شهور بيعلونه ان هما بيجيبوا حسان وتفاوضات. ولكن اللعيب في الاخر قطع الرغبة بتاعته انه مش عايز ازا مالك. وقرر انه يختار النادي الاهلي. نادي البطولات. النادي العظيم عشان يلعب في كاس العالم. طبعا موضوع ما فيهوش اي حد لعيب طبيعي. معروف هيختار مين? وبالفعل اختار النادي الاهلي وما كانوا في النادي الاهلي. ولكن انا دايما عندي تعقوب على اي صفقات جديدة. ايا كان انت جايب مين? ايا كان انت جايب مين? وايا كان هو كان بيعمل ايه او عمل ايه? هتقول لي ما بيفرش لا بيفرق. بس انا رأيي اشوف اللعيب في الملعب واداءه مع الفريق ده مع المجموعة دي مع المدرب ده في الظروف دي مع الفرق دي. طبعا فيه لعيبة بتبقى يعني اعتقد انه هيقدم حاجات مختلفة في القرى المصرية. يعني هيبقى خامة وقماشة اعلى اعلى من القرى المصرية. اعتقد ده. اه اتمنى ده. كريم فؤاد هنشوف منه نفس الكلام. اه 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 بس دايما بحب الصبر. بحب اشوف اللعيب في الملعب. يعني بحب اشوف نجاحات اللعيب في الملعب. في المجموعة في اللعب الجماعي. اعتقد ان ده بيبقى اكتر رد بقى على اي حاجة. يعني انا ممكن ابقى جايب اسم كبير جدا. ما يدينيش المردود. والتر بوليا اعتقد ان احنا كنا جايبين لعيب. المردود بتاعه اه قوي جدا هو جاي من الجنة واحنا كنا بنطالب بيه. اعتقد مردوده في الملعب ما كانش الشكل اللي بيردين او اللي احنا كنا عايزين. مرام محسن انت جايب راجل هدافة دوري. وكان هدافة دوري. اعتقد ما ادكش اي مردود في اي فترة هو لعب فيها. للأسف. ومن الناس اللي انا شايف انها لازم تمشي من يعني هعمل فيديو تاني زي ما قلنا هنقيم في اللعيبة كلها واقول رأيي في كل اللعيبة. ولكن مرام محسن الكلام جاب بعضه مرام محسن من اللعيبة اللي انا شايف ان دورها انتهى في الاهلي او لازم ينتهي يعني صعب استحمله اكتر من كده. اه بالنسبة لآآ فانا دايما بقول كده. ان انت في صفقات بتجيبها بتبقى شايف ان ايها هتقصر الدنيا ما بتفدكش المردود بتاعها. الاسامة كبيرة. وفي صفقات انت بتجيبها ما بتبقاش متخين اللي عيدة هيطلع منه ده. يعني مسلا اكرم توفيق. في ناس كدير جدا وهو راجع من الاعارة كانت من وجهة نظرها وشايفة ان اكرم توفيق. اه لا مش الاهل. مش قمشة الاهل. اعتقد ان دلوقتي اي حد اهل 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 اقول له اكرم توفيق اقول لك نجمل فريق. نجمل فريق امام يعني يعني هقول له اي اسم يمشي هيقول لك اكرم توفيق من الاعمدة اللي مفعش نمشي. زي شنوي زي افشة زي علي معلول. اكرم توفيق. عمرسولية. ام محمد شريف. اعمدة. يعني ناس مقدرش اطلع اقول ان اللعيب ده يعني يمكن قلت اللي احنا انقائمهم. ولكن في لعيبة كده مفيهاش خلاف. يعني في لعيبة انا وانت ممكن اقول لك ان انا رأي الفني لأ انا شايف ان هو خلاص وانت تقول لي لا ده لسه لو طلع عرب نختلف كان فيه لعبة لا خلاف عليها فنيا انها اعمدة من اعمدة الملعب اي منقشرف طبعا عشان ما بقاش نسيته يعني لعيب عمود في الملعب ما يقدرش ما اعتمدش عليه او اه ما يبقاش اساسي فطبعا انا زي ما بقولك دايما نخلي حكمنا لما نشوف اللعب لما نشوف الطريقة ولما نشوف الجديد وزي ما اقول انا هفضل انا مع موسماني موسم كمان واحكم الراجل ده جيب فترة صعبة جدا الراجل تادي يجيب لعيبة هو اللي مختارها اه هو اللي مقرر انه عايزها الراجل ده يبتدي يقعب بقى مع لعيبة شوية هيعمل فترة اعداد ان كان هيمرن ان كان هيعمل خطة ان كان هيعمل طريقة اعتقد انه هو اه هيبقى خلاص ليه بصمته اللي هنبان يا بانت يا ما بانتش بانت اهلا وسهلا ما بانتش شكرا مع السلامة موضوع بسيط جدا وزي ما بقول لك اه في اسامي انت كنت بتجيبها يعني مسلا في على المدرين الفانين انت كنت جايب فايلر كل الناس طلع بتهاجب مين فايلر اللي جايب الاهل ده حد صغير مش معروف مش عارف بيل واعتقد من احسن الفترات بعيد عن النهاية اللي مشي بيها فايلر هو الخسران اللي انا كنا هيكتب له نفسه تاريخ كبير جدا ولكن في الاخر هو كان مقدم مرضوط في الدوري وفق افريقيا مش ما قدرش ننكر ده رهيب جدا لغاية ما قبل الاجازة اللي هو اطلحها وطلع بعدها متغير مئة وتمانين درجة يعني كان غير كده الراجل كان مقدم كان عامل فريق بمجموعة موجودة بتاكل الاخضر اللي هيبس محلي وقري فخلينا نستنى ونشوف اللعيبة دي وخلينا نشوف الاحداث ان شاء الله اللعيبة دي تثبت ده انا رأيي ان اللعيبة دي هتعمل طفل ان الاهلي في الطريق ان انا اكل الاخضر ولبس اللي انا اصلا واكله هاكله تاني فخلينا نشوف وان شاء الله باذن الله هنعمل فيديو قريب هنتكلم فيه في تقويم اللعيبة ورقينا اللي مش يمشي وهنبقى عارفين واللي لسه ما مشيش هنقول رقينا فيه وجهة نظرنا شكرا ليكم وشكرا اللي امتبعكم